إيه اللي بعده؟ قربنا نخلص يا عبد الله عشرة طيب الرؤية الدولية لتأمين مصر للمخزون من السلع الاستراتيجية الرؤية الدولية إذن الآخر يتحدث عنك الناس اللي برة بتقول علينا إيه إحنا شطار إحنا مش شطار إحنا نص نص وحدة وحدة هم بيقولوا تحسن وضع مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي إحنا في 2014 66 بعد كده بقينا 62 إذن ده كان الترتيب بتاعنا تقدمنا أربع مراكز من 2014 ل2021 طيب المشروعات الفرعية 33.8 نقطة تقدمناها وال31 نقطة تقدمتها مصر في مؤشر القدرة على تحمل تكليف الغذاء إحنا كنا 35.7 من عشر بقينا 66.5 في 21 طيب تعالي نكمل تقدمت مصر في توافر الغذاء يعني إحنا هنا الأول تحمل التكليف ده الوقت التوافر إحنا كنا زمان 59.6 من عشر بقينا 60 فزدنا فصلة 4 من عشر نقطة طيب تقدم مصر في جودة وسلامة الغذاء كنا 55.1 من عشر بقينا 67 من عشر يعني تقدمنا 5.6 الإيقانوميست اللي نايماني قولك أكبر مجلة اقتصادية في العالم بتقول وضعت الدولة المصرية موضوع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها مع الزيادة الكبيرة بأعداد السكان يعني الإيقانوميست هي كمان بتقول أنه عندنا زيادة كبيرة في وصفهم نصا مصطلحا زيادة كبيرة في أعداد السكان وبالرغم من كده وضعت الدولة المصرية موضوع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها للي يجي يقولك الدولة مش مركزة مع الغلابة الدولة مش فارق معاها أكل الغلابة طبعا هم مهتمين بالأغنية اللي بيعرفوا يجيبوا الأكل الغالي لكن الغلابة هيعملوا إيه ده كلام الإيقانوميست بيقول عكس كده خالص بيقولك مصر حط في أولوياتها توفير الغذاء صندوق النقد الدولي بيقول استثمرت الدولة المصرية في تحديث الزراعة المحلية وتوطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي وقد تجلت هذه الجهود في توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارا وبأسعار مخفضة كل المنافذ اللي اتفتحت كل العربيات اللي انت بتشوفها هو ده اللي بيتكلم عليه صندوق النقد الدولي أصبح فيه استقرار في توفير السلع وخفض في الأسعار المانتر بتقول تنفذ الدولة المصرية مشروعا ضخما واخد بالك من كلمة ضخما ما قالتش كبيرا ما قالتش متوسطا ما قالتش صغيرا محدودا ضخما تنفذ الدولة المصرية مشروعا ضخما يستهدف زراعة أكتر من مليون فدان في خطوة تعزز الأمن الغذائي لأكبر دول العالم العربي من حيث أعداد السكان وتسعى لتوفير المنتجات عالية الجودة مش أي حاجة والسلام مصر ما بقتش بتعمل زي زمان للأسف كان فيه أنماط من الحكم مش اللي نفسنا فيها الأمر الله من قبل ومن بعد لكن دلوقتي مصر عايزة جودة عالية بأسعار مناسبة ده اللي بتعمله مصر وده اللي بتتكلم عنه المونيتر ترجمة نانسي قنقر